احبط الجيش السوداني محاولة لتهريب بعض الاسلحة كانت في طريقها الى مجموعات اثيوبية مسلحة عبر حدود ولاية القضارف ووفق ما كشفته مصادر الشرق فان بعض السودانيين الذين يتجرون في السلاح متورطون في الازمة ويتعاملون مع جماعات مسلحة اثيوبية مدعومة من اديسة بابا لاستعمال تلك الاسلحة داخل اثيوبيا وكذلك في الاعتداء على الرعاة والمزارعين السودانيين بمنطقة الفشقة الكبرى محاولة تهريب الاسلحة من السودان الى اثيوبيا اصبحت متكررة خلال الفترة الماضية ففي الثالث والعشرين من شهر يونيو 2020 اعلنت السلطات السودانية ضبط كميات من الاسلحة والذخائر في طريقها الى اثيوبيا وتم القبض ايضا على الستة متهمين وفي الرابع عشر من سبتمبر تمكنت مباحث ولاية القضارف في السودان من ضبط كميات كبيرة من الاسلحة بعضها مصنوع في تركيا بحسب الجهزة الامنية السودانية الى التاسع عشر من يناير الماضي اثتمكنت الجهة الامنية من ضبط اكثر من 500 قطعة سلاح تركية بمنطقة جلودا الحدودية قبل تهريبها داخل البلاد محاولات تهريب الاسلحة لم تتوقف ففي الخامس من مارس الحالي تمكنت قوة امنية بولاية كسلا من ضبط كميات من الاسلحة على الشريط الحدودي بين اثيوبيا واريتريا وفي السابع من الشهر نفسه ضبطت استخبارات الجيش السوداني بناضق الية وقنبلة يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها الى ميليشيات اثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع اثيوبيا وعن التوترات الحدودية بين اثيوبيا والسودان ايضا عرب الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتريش عن قلقه من النزاع المتصعد ودعا الامين العام اطراف الخلاف للجلوس على طويلة الحوار وانهاء الخلافات وذلك عبر القبول بترسيم الحدود وفق القانون الدولي